هذه اسمها القواعد الفقهية من أجمل أنواع الفقه لماذا؟ لأن القاعدة يندرج تحتها مئات المسائل مئات المسائل وهي قاعدة واحدة الضرورة تبيح المحظورات أمر محظور شرعا لكن في ضرورة جاز يعني مثلا بيذكروا من جملة الأمثلة اللي بيذكروها لو إنسان في إناء فيه خمر الخمر يحرب شربه طيب فأصابه يعني في حلقه شردق تشردق أو كحة وكاد يختنق ولم يجد شيئا يعني يسلك الطريق في حلقه إلا هذا الخمر فيشرب من أجل الضرورة لكن مو يشرب ويأخذ راحته تبهنا لذلك قالوا الضرورة تقدر بقدرها الضرورة إذا جاز له شرب هذا المسكر من أجل إزال الضرر أكبر لأنه إذا في حلقه شيء ممكن يخترق ويموت فيشرب ولكن يشرب بقدر الضرورة إذن هذه قاعدة الضرورات تبيح المحظورات القاعدة الثانية الضرورة تقدر بقدرها تقدر بقدرها وكثير إذا ضاق الأمر اتسع من القواعد الفقهية جميلة جداً لا يزال الضرر بأكبر منه هذه قاعدة فقهية إذا في أمر فيه ضرر على إنسان وحتى أزيل هذا الضرر بدي ارتكب ضرر أكبر لا يرضى الإنسان بالضرر الأصغر لا يزال الضرر بأكبر منه فهذه القواعد الفقهية أنصحكم بالإطلاع عليها جميلة جداً لذلك ربنا أكرمنا بعلمائنا جزاهم الله وعنا كل خير قال تعالى لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ في بعض المسائل بدي استنباط استنباط يعني استخراج يعني بدي عقول عميقة مو كل الناس عند هذه القدرة لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ومن حرف تبعيد تبعيد يعني من بعضهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة